شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر نمو كبيرا خلال الفترة الماضية وتولي مصر اهتماما كبيرا بالاستفادة مما تتمتع به المجر من امكانات اقتصادية وتجارية واستثمارية ملموسة وهو ما يسهم في فتح فرص جديدة امام الصادرات المصرية داخل الاسواق الاوروبية اضافة للبعد السياسي الهام للعلاقات مع المجر والذي تطور كثيرا منذ ان تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية فان مصر تهتم بالاستفادة مما تتمتع به المجر من امكانيات اقتصادية وتجارية واستثمارية ملموسة كذلك تعد المجر عضوا في مجموعة دول فيشجراد التي تمثل سوقا كبيرا وواعدة بالنسبة لمصر حيث يبلغ عدد سكان تلك الدول مجتمعة نحو 64 مليون نسمة بناتج محلي اجمالي يبلغ نحو 8.1 تريليون دولار وطرحت مصر افكارا خلال القمة التي شارك فيها الرئيس السيسي في بوداباست بشأن انشاء منطقة صناعية خاصة بدول التجمع في مصر وكذلك انشاء صندوق استثماري مشترك وتمتلك مجموعة فيشجراد خبرات كبيرة في مجالات مختلفة كالسكك الحديدية والزراعة والريء ومعالجة المياه والطاقة النووية والصناعات العسكرية وهو ما يمكن الاستفادة منه سواء في تنفيذ المشروعات القومية الجارية بمصر أو زيادة الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول ويكتسب الاهتمام بالمجر من الناحية الاقتصادية بعدا إضافيا منذ انضمامها لعضوية الاتحاد الأوروبي وهو ما يسهم في فتح فرص جديدة أمام الصادرات المصرية بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تظهر تطورا شهده حجم التبادل التجاري بين البلدين وذلك في مجموعة من المؤشرات خلال النصف الأول من عام 2021 والتي ارتفعت إلى مائتين وواحد وواحد من عشر مليون دولار مقابل مائة وثمانية وثلاثين وخمسة من عشر مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاعا بلغت خمسة وأربعين وأثنين من عشر في المائة وتمثلت أهم الصادرات المصرية للمجر في منتجات القطن والخضروات والفاكهة والأسمنت والأسمدة والسجاد فيما ضمت أهم الواردات المصرية من المجر المعدات والأجهزة والمولدات الكهربائية وعربات قطارات السكك الحديدية والزجاج والألومينيوم اشتركوا في القناة